موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم نشكر قناة الأجواء على هذه الزيارة الكريمة التي خصتنا بها بمناسبة الذكرى السابعة والستون من اندلاع الثورة التحريرية في هذه سنتحدث عن الكتاب الذي صدر لنا في الفترة الأخيرة والذي يتحدث على إحدى الشخصيات الثورية من بلدية عين تغروت ولاية برج بارريج والمتمثل منصر الدراجي بالنسبة لعنوان الكتاب كان مذكرات وشهادات المجاهد سيمون صر الدراجي مع رفاق السلاح فكرة الكتاب هو تعود إلى سنوات حيث قمت بزيارة المجاهد في منزله الكائن بقرية قصر الغول في المخرج الشرقي لبلدية عين تغروت ولاية برج بارريج وبالضبط سنة 2016 بعدما سمعت ببطولاته اللا الكثيرة ونضاله وإخلاصه وصدقه الثوري فقمت بزيارة هذا المجاهد وأخذت منه شهادة مهمة في الحقيقة كانت البداية نيتي أن أنشر هذه الشهادة في مجلة أول نوفمبر وهي لسان حال المنظمة الوطنية للمجاهدين باعتبار أنني نشرت فيها بعض المقالات التاريخية من قبل بعد وفاة المجاهد سيمون صر الدراجي وبالضبط بتاريخ 24 جوان 2020 زارني ابنه الأخ بشير منصر ومعه كراس صغير حتى فاجأني بأنها عبارة عن مذكرات لوالده سيمون صر الدراجي والتي كان يكتبها بين الفينة والأخرى في إحدى في أحد الغرف التابعة لمنزلهم سرا عن أولاده فكتبها وتركها إلى غاية وفاته من هناك بعد مطالعة لهذه المذكرات قررت أن أقوم بإخراجها وإعادة تحريرها من جديد وذلك بإضافة الشهادة التاريخية التي أخذتها عنه سنة 2016 بالإضافة إلى الشريط المصور الذي أخذته معه المنظمة الوطنية للمجاهدين فرع برشبور ريج وهي مشكورة بعدما زودوني بنسخة عن هذا الشريط وبعدها قررت أن أتوسع في العمل من خلال أخذ شهادات تاريخية مع بعض رفاقه في السلاح فكان العمل حول مذكرات وشهادات المجاهد سيمون صر الدراجي بالنسبة لهذا الكتاب تدور مجرياته حول مسيرة هذا البطل المجاهد إضافة إلى بعض من رفاقه في السلاح وكلهم شهداء سيروا إلى ربهم ونخص بالذكر الشهيد روابح السعدي الشهيد ساحة الجلالي الشهيد عبد المجيد ريغي الشهيد عباسي العربي أيضاً الشهيد بوناب حمد الأخذر إلى غير ذلك من الشهداء والمجاهدين في منطقة عين توروت في الجهة الشرقية لولاية بورش باراريج بالنسبة للمجاهد سيمون صر الدراجي هو من مواليد 3 أكتوبر 1932 والده هو الطيب وأمه فاطمة بن دية بعد عشر سنوات فقد سيمون صر الدراجي والديه وبذلك عاش يتيماً فتكفلت أسرة بن دية وهم أخواله بتربيته في قرية ولاد بالهوشات في المخرج الشرقي لبلدية عين توروت عاش منصر الدراجي يتيماً لكن ذلك لم يمنحه من الالتحاق بالدراسة حيث زار منطقة قجال والتحق بزاويتها العامرة وهي زاوية سيدي مسعود درس خلالها لفطرة معينة حوالي سنتين حفظ ما تيسر من القرآن حوالي ثلاثون حزب وبذلك أصبح يلقى بسيمون صر الدراجي عاد إلى قريته من جديد قرية ولاد بالهوشات وشرع في ممارسة الفلاحة إضافة أيضاً أنه كان يمارس خياطة الألبسة الشتوية البرنوس والقشابية التي تعلمها في الزاوية وأيضاً كان يعلم الصبية القرآن الكريم حيث كان ينوب عنسي عبد الرزاق بالهوشات إمام ومعلم القرآن في القرية بعد وصول الثورة التحريرية لمنطقتنا وبالضبط سنة 1956 اتصل أحد قيادات الولاية التاريخية الثالثة المدعو سيحميمي اتصل بمنصر الدراجي بعدما جمع عنه بعض المعلومات التي تؤكد بأنه مخلص ويمكن للثورة أن تعتمد عليه حيث كلفه بتشكيل اللجنة الخماسية في القرية هذه اللجنة كانت مهمتها الأساسية ضمان الدعم المادي والمعنوي للثورة خصوصاً أن منطقة أو قرية ولاد بالهوشات هي قريبة من جبال الزديم وجبال ولاد بوطالب وجبال ولاد تبان وهي الخلفية الثورية للمنطقة أو للولاية التاريخية الأولى بعدما أبدأ المجاهد العديد من الخدمات للثورة قررت الثورة أن تجنده في صفوف جيش التحرير وكان بالضبط في سبتمبر سنة 1958 ليلتحق بالولاية التاريخية الثالثة من بوابة المنطقة الأولى الناحية الرابعة القسمة الرابعة خاض المجاهد العديد من المعارك وهي عددها كثير جداً بالضبط في منطقة خليل في منطقة بوقعة في منطقة بني ورثلان في منطقة حربيل في منطقة زمورة إلى غير ذلك من المناطق الشمالية لبلدية عين تغروت إلى غاية 19 مارس سنة 1961 حيث بالضبط سنة 19 مارس عفواً سنة 1960 ألقي عليه القبض بالضبط في منطقة بسباسة في بلدية خليل وهنا بدأت مسيرته الثانية مع التعذيب في معتقلات وسجون العدو الفرنسي كانت البداية مع سجن عين تغروت مضى فيه أيام مع التعذيب ليحول إلى سجن برج باراريج وبعدها أخذ إلى سجن سطيف وهناك مرر على المحكمة ثم بعد ذلك أعيد إلى برج باراريج وبالضبط معتقل مجانة حيث مضى فيه مجموعة من أيام عديدة وبعدها يحكم عليه أنه بالمؤبد حيث حول إلى معتقل قصر الأبطال الشهير في ولاية سطيف وبقي هناك يعني تعرض خلالها لكل أنواع التعذيب التي رواها لنا والتي لا يمكن للإنسان أن يتخيلها وبسبب أن منصر الدراجي إنسان كتوم ولم يقدم أي معلومة للعدو الفرنسي فقد أبقي عليه إلى الدفعة الأخيرة من المعتقلين وخارج بالضبط يوم 24 جوان 1962 بمعنى عشرة أيام فقط عن استقلال الجزائر للعلم أن معتقل قصر الأبطال بعد بداية المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني وبين المستعمر الفرنسي خاصة حول إطلاق المعتقلين والمساجين الجزائريين بدأ المستعمر الفرنسي في إطلاق مساجين ومعتقلين قصر الأبطال على دفعات وبذلك فمنصر الدراجي كان من المعتقلين في آخر الدفعة الذي سرح من المعتقل بحكم أنه فرنسا بدأت في إطلاق المعتقلين الذين لم يقوموا بأعمال كثيرة ضدها إلى غاية الدفعة الأخيرة وهي الدفعة الخطيرة من الثوريين ومن المجاهدين عاد سيمونصر الدراجي إلى منزله الكائن دائما في قرية ولاد بالهوشات وقرر أن يستقر في قرية قصر الغول التي لا تبعد عنها إلا بحوالي 2 كيلومتر وهناك بنى منزله وقرر أن يختفي تماما من الأضواء وهو الشيء الذي أعجبني في الرجل وهو صدقه وإخلاصه في النضال الثوري حيث إنبار تماما عن مختلف الاحتفالات والمهرجانات التي تقام دوريا في مختلف المناسبات الثورية حيث أنه قرر أن يمارس مهنته الأولى وهي الفلاحة مع أولاده إلى غاية وفاته بتاريخ 24 جوان 2020 ودفن في مقبرة سيدي المهوب رحمة الله على هذا المجاهد البطل اشتركوا في القناة